بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين في شرح جديد هنشرح مشكلة ان انت لما تفتح الليبتوب تبص تلاقي الواي فاي عندك مش عاز يدخل على الشبكة مع انه قاري كل الشبكات لما تجي تعمل تلاقي نفسك مش عارب تدخل على الشبكة حتى بعد ما يجي يعمل تشيكينج مفيش اي دخول المشكلة دي مشكلة تعريف كرت الواي فاي وهنعرف ازاي نوصل لاسم الكرت الواي فاي بالضبط اول حاجة هنطلع من ده هنضغط على open network and sharing center هنضغط على change adapter setting على ايقونة بتاع الواي فاي كريك يمين كريك اشمال وهناخد الاسم ده كوبي كوبي ونبحث عنه في الانترنت عن طريق توصيل كابل الانترنت لان الواي فاي مش شغال وهنتابع معكم ازاي بعد ما خدنا اسم الواي فاي او اسم قطعة الواي فاي عندنا هندخل على ميكروسوفت ايج هنكتب الموقع ده دي اي دي اي اي دي دوت انفو تمام هنضغط انتر هيفتح معنا موقع بالشكل ده دي اي في اي دي تمام هنجيب اسم القطعة اللي احنا كنا بندور عليها طبعا بعد ما اخدنا اسم القطعة وفتحنا الموقع هنضغط كريك يمين وبست هي اظهر لنا اسم القطعة هنا هنضغط سيرش هنلاقي التعريفات موجودة تحت لو نزلنا تحت شوية كده لان التعريفات موجودة على اربعة وستين وتون وثلاثين مجموعة السياء هو كمان الموقع بيدعم العربي لو طلعت هنا على الشمامة فهو هتلاقي كلمة عربك وفي طريقة تانية هنشرحها في طريقة تانية لو طريقة دي ما نفعتش معكم هنضغط على ايكونة كليك يمين على على هنا عن وهنضغط وهنضغط اوكي ونستنى لحد ما اعمل تمام وهنعمل وهنرجع تانية بعد ما عملنا هندخل على قائمة الواي فاي من هنا او قائمة الشبكات هنختار الشبكة بتاعتنا نضغط عليها ونعمل هنكتب الباسورد عادي ونضغط ونضغط نور هننتظر شوية هنلاقي عندنا زي ما انتو شايفين هنلاقي الاتصال تم وعمل نرجو ان تكون استمتعتم بالشرح لايك او سابسكرايب واستنونا في نزيد من الدروس او الشرحات اشتركوا في القناة